ليس بين الولايات المتحدة والصين في نشر القمامة في الفضاء، هذا البلد في المقدمة القمامة تتزايد ليس فقط على الأرض، ولكن أيضا في الفضاء ومن المعروف باسم النفايات الفضائية أو الحطام الفضائي فهم من البيانات أي بلد ينشر معظم القمامة القمامة تتزايد ليس فقط على الأرض، ولكن أيضا في الفضاء ومن المعروف باسم النفايات الفضائية أو الحطام الفضائي بلغة بسيطة ينظر إلى الأقمار الصناعية التالفة تتحرك في الفضاء كمجموعات عندما تكتمل مهمة فوائية تترك الأقمار الصناعية التابعة للوكالة مركزتها الفضائية بهذه الطريقة تماما من يزيدنا القمامة فهم من البيانات البلد الذي ينشر أكبر قدر من النفايات ويقول تقارير ناسا أن 27 ألف قطعة من النفايات في الفضاء تطفو بسرعة 25.266 كم في الساعة 23 ألف من أصل 27 ألف قطعة نفايات أكبر من الكرة بسبب مهمة الفضاء الهندية انتشرت 114 قطعة من النفايات في الفضاء